استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان على التوالي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الأسبق وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء السابق وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة